بص يا كريم دايما مروان وميزة مهمة جدا عند مروان مروان ما بيعملتش فاولات كتير يا كريم مروان دايما عينه على الكرة بص هنا رجع 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 تاني مكان مكان وجود مروان بص دي هجمة مرتدة على الاهل يا كريم بص بص مروان ما وجود فيه ده مروان عطيه اخر لاعب واقف اخر لاعب في فرقة النادي الاهل بص بقى الميزة التانية الوعي بالمكان الميزة التانية بقى ايه بص يا كريم وقف هنا وقف مراوان ما بيعملش فاولات مراوان عينه دايما على الكورة مراوان عايز ياخد الكورة مراوان قادر انه يعمل ده لانه هي قصة مش انك عاوز قصة انك قادر انك تعمل ده كمل بقى كمل الكورة على عدلتها هتلاقي الاستخلاص استخلاص سليم بلسبة 100% قادر انه ياخد الكورة كمل كمل على عدلتها اتخذ الكورة افسد هجمة مرتدة خطيرة جدا على النادي الاهلي وهو اخر لعيب لارتداد ما هو عشان باخر العيب ده هو ارتد من وسط الملعب عشان يعمل التخت كرة بوجه رجل طبعاً اللي حطت في العرض امان حمل عبدالقادر الرؤية انه شايف احمد هناك. مراحش انه هو يعمل عملية التدرج الطبيعي ويحط الكرة سواء اللي افشا. الرجل اللي هو البلايميكر. هنا بص كمانة كريم كمل. كمل وقف هنا. وقف هنا. لا ارجع. ارجع من المكان اللي طلع منه مروان. ارجع من المكان اللي طلع منه مروان. اول ما تباص. بصك كريم. بصك كريم. مروان عطاها هنا موجود فين? موجود على منطقة الـ 18. الكرة هنا هتتعامل. تطلع الكرة. كمل ماشي الكرة على عدلتها وبص مروان فينه واللعاب اللي هيستلمت على الإسماعيلي فين بص في الدقيقة كاما كريم الكرة دي 94.5 مروان راجع وفارق بينه باللعاب الإسماعيلي 15 متر عشان يعمل استخلاص صحيح وقف هنا بنسبة 100% الراجل لاعب على الكرة رغم أنه كان فارق بينه باللعاب الإسماعيلي اللي راح بهجمة مرتدة أكتر من 15 متر الراجل بيرجع من على منطقة الـ 18 بتاع الإسماعيلي السرعة والتمركز والعودة لأماكن التمركز بشكل صحيح ثم استخلاص الكرة بشكل صحيح في الدقيقة 94.5 الراجل بيعمل الـ sprint ده وبيعمل ده لقطة مش بس في جودة الرجوع واستخلاص الكرة لقطة تعبر لك على الجودة البدنية والفنية والوعي التكتيكي اللي مروان مروان يستهل كلام كتير أو أكتر من الحم الأولى الله يفتح بك